أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم تنفيذاً لتوجهات رئيس سيسي جاء ذلك في تصريحات لمدبولي عقب تفقده مصابي الحادث بالمستشفيات خالص العزاء للشعب المصري كله بصفة عامة وأسر الضحايا بصفة خاصة على هذا الحادث الأليم اللي حصل النهاردة صباحاً في كنيسة أبو سيفين في منطقة أرض مطار مبابا في محافظة الجيزة والحاية يمكن الحادث الأليم ده نتج عن حريق حصل في مبنى الكنيسة نفسه ومن أول لحظة الحقيقة الدولة كلها بكل أجهزتها تحركت بصورة فورية الحقيقة وزارة الداخلية من خلال إدارة الحماية المدنية اتحركت وطبعاً الشرطة كلها وكله تأمين الموقع وكل رجال الحماية المدنية الحقيقة بزلوا جهد كبير جداً وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم لأنه طبعاً هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مقتزة بالسكان ويمكن عدد من أفراد الحماية المدنية نفسهم أصيبوا في الحادث وموجودين في المستشفى وشفتوهم ترجمة نانسي قنقر